فيما يتعلق بضرب المنشآت النفطية شو رح يكون السيناريو واقعا السيناريو الأخوان هم يعني لهم أعداد خاص ولهم طريقة في الرد أنا أعتقد أنه الجغرافية العسكرية والمصالح الاقتصادية للكيان الصهيوني والأمريكي متوفرة وموجودة وسهلة الوصول ليس لا يمكن أن نقول أنها صعبة المنال اليوم الأخوة المقاومين الأبطال في أنصار الله يمتلكون العدة والعدد والتكنولوجيا في الوصول إلى أبعد نقطة في الكيان الصهيوني وأعتقد أنه ردات الفعل ليس لا تحوي على دبلوماسية أو فيها جنب سياسي أو ممكن تتدخل أطراف حرب البواخر وحرب المياه واضحة كانت يعني عندما استهدفوا مجموعة وشنوا هجمات عديدة على البواخر التي تتوجه للكيان الصيوني حتى البريطاني ما وجهت لهم ضربة أمريكية بريطانية ونتيجة شون؟ اهتزوا؟ تراجعوا؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر